إن التمرس الإسرائيلي في قلب الحقائق وتلبس هيئة الضحية نجح وللأسف في تغييب حقائق جوهرية عن هذا الصراع عن أزهان الكثيرين عبر العالم ونحن نتحمل بكل تأكيد نصيباً من المسؤوليته عن هذا الوضع هذا الوضع الذي أراه يتغير ويتغير سريعاً الآن إن التحدي أمامنا اليوم هو صناعة محتوى إعلامي قادر على الوصول إلى الآخر والتأثير في قناعاته حيال قضايانا الرئيسية وفي القلب منها القضية الفلسطينية إننا في حاجة إلى خطاب جديد يتوجه إلى العالم بلغته وبالمنطق الذي يفهمه وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص فأن التعريف بواقع الاحتلال الإسرائيلي وما ينطوي عليه من مظاهر التطهير العرقي والتفرقة العنصرية ينبغي أن يشكل ركيزة خطابنا الإعلامي وجوهر رسالتنا للآخر إن ما حدث في الأسبوع الأخيرة في القدس الشرقية لهو خير مثال على ما أقصده من هذا لقد نجح الفلسطينيون وهو أمر ينبغي أن نفخر به جميعا في أن يصلوا بقضيتهم إلى الملايين عبر العالم إنها قضية شعب يتعرض لنوع من الاحتلال اختفى من الدنيا ولم يعد له وجود سوى في فلسطين وهي قضية تتشابك وتتلاق مع عركات اجتماعية وزياسية أخرى عبر العالم بعضها يكافح العنصرية وبعضها يرفض الاحتلال على أساس حقوقي وإنساني ولنا مصلحة أكيدة في التواصل معها والتأثير فيها والاستفادة من وجودها وثقلها وتضامنها مع قضيانها سيادة الرئيس إن ثم تحاجة للاستفادة من موجة التعاطف الدولي والزخم الإعلامي الحاصل مع القضية الفلسطينية سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دورا مركزيا في حجد المؤيدين خاصة في فئات عمرية صغيرة ومن هنا فإننا ندعو كافة الدول الأعضاء إلى العمل بصورة حثيثة على تحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب لعام 2006 والتي تمت مراجعتها أكثر من مرة وتحديثها حتى عام 2017 وفي ضوء الظروف الحالية فإنه يقدر أن تكون القضية الفلسطينية من المحاور الأساسية في خطة التحرك بعد تحديثها وأظن أن هذه الخطة يتعين أن تتضمن كذلك عناصر تشير إلى ما يمكن تسميته بحركة التحديث الشامل الجارية في عدد كبير من الدول العربية هذه الحركة التي نشهد جميعا تفاعلاتها ومظاهرها وأثرها المهم في تغيير المجتمعات العربية وتطويرها وهي حركة لها أبعاد اقتصادية وفكرية ودينية ومجتمعية ومرة ثانية لا ينبغي أن نترك للآخرين رسم صورة عن مجتمعاتنا وما يجري فيها بل علينا أن نبادر نحن بتكوين هذه الصورة دون أن يعني ذلك أن ننخرط في تجميل الواقع أو التغطية على مشاكله المطلوب حقا هو تقديم الصورة بأبعادها المختلفة وبصعوباتها وتحدياتها الحقيقية من دون تهويل أو تهوين ملاحظة أخيرة سيادة الرئيس أرجو أن نضعها جميعا نصب أعيننا وفي اعتبارنا إن للإعلام دورا مهما في تهدئة الأجواء العربية وتعزيز روح العمل المشترك والأهداف الواحدة بين الدول العربية والأهم بين الشعوب العربية ولا يخفى ما تقوم به منصات خارجية من جهد خبيث يستهدف ضرب وحدة الصف العربي وإشاعة روح الانقسام والفتنة بين الشعوب العربية وبعضها البعض وعلى إعلامنا مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الرسائل السلبية وفي تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية الجامعة وإلى الثقافة العربية التي نفخر بها جميعا فعلى هذه المشتركات يتأسس التواصل بين شعوبنا وهو تواصل قائم في المجالات الفنية والثقافية على نحو يتجاوز الحدود بين الدول ويختصر المسافات بينها ولا بد من تعزيز هذه المشتركات في رسائلنا الإعلامية وفي الخطاب الذي يتبناه قادة الرأي في العالم العربي سيادة الرئيس أتوجه أخيرا بالشكر مجددا لكم ولمعالي الوزراء متمنيا كل النجاح لأعمال هذا المجلس الذي يشكل جانبا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك ومكونا أصيلا في المعركة التي تخوضها الشعوب والدول العربية من أجل تعزيز قيم الحداثة والتقدم والمواطنة والعيش المشترك شكرا جزيلا شكرا جزيلا